صباح الخير مجددا هو النائب الذي سماه رئيس الجمهورية بالاسم في مقابلته مع الأعلميين أول أمس وأشار إلى اقتراحات قوانين تقدم بها في إطار مكافحة الفساد وهو النائب الذي سرقناه اليوم من جلسة لجنة الإدارة والعدل ليكون ضيفنا في حوار اليوم أهلا وسهلا فيك عضو تكتل تغيير الإصلاح النائب غسام خيبر صباح الخير سرقناك بين مزوجان بس فعليا سرقناك من اللجنة اللي معاودين عليك ما تقفي ليجان ودائما بعتذر من الإعلام لأنه دائما تفضل واجباتي بمجلس نواب على واجبي كمان إن يقول للناس شو رأيي وش لازم يصير بس هيدا المجلس قليل الاستعمال الأسوال حظ من عدد من الزملاء وهي دعوة لإعادة تفعيل ومش بس بالانتخابات بس بعض الانتخابات وما بعد بعض الانتخابات اليوم إذا بدنا نبلش أرتيكل بجارية الأخبار لزميلة ما يسمى رزق عم التعدد جارة تحساب ربما للجان النيابية يعني لجنة الإدارة والعادة اللي حضرتك جزء منها كانت بالطليعة إلى جانب لجنة المال والموازنة ومن بعضهم لجنة الطاقة النيابية وفي بعض اللجان ربما اجتماعاتهم أقل هل هو حال من الكسل أم القوانين والاقتراحات اللي تتقدم عادة بتحتم أنه اللي جان معينة تشتغل أكتر من اللي جان لك بالعبة الأرقام فعالية مجلس النواب ما بتنقس بس بعدد اجتماعات اللي جانة بس الموعيب هو اجتماعاتها العامة أنا كنت من سنوات طويلة دغري بعد ما توليت وظيفة النيابية في 2002 عملت بشكل دائم أرقام نشرت أرقام اجتماعات مجلس واللي جان الأسوأ أنه مجلس النواب وانتبه لهالرقام 19 جلسة من اتفاق الطائف لليوم سنة 1992 لليوم فقط 19 جلسة للأسئلة والاستجوابات هذا بيقلك أديش هذه المؤسسة اسمها مجلس النواب تحتاج إلى تطوير وهذا صدى لقول فخامة الرئيس مبارح باجتماعه فإنه مش بس المجلس منتهي صلاحيته وعن نحكي كمؤسسة بس هو من المؤسسات التي تحتاج إلى إصلاح جذري إصلاح ليس فقط بأنه الانتخابات وهذا حصل إنما بعتقد أنه الإصلاح الصحيح يجب أن يكون بتطوير دور المجلس الرقابة لأنه ما بيكفي كمان أنه نطبع قوانين الناس كلها بتقول عملتوا قوانين وين التنفيذ هذا دورنا الدور الرقابة اللي بيصير بالليجين أما بالهائع العامة هونيك الأرقام اللي بتوجه هونيك الأرقام اللي بتوجه مع دعوة الناس ودعوة الناخبين بين مزدوجين أنه يأخذوا هذا النشاط بعن الاعتبار أنه غالبا ما اللي بيصوته اللي بتعرف اللي بيككتب بيحسب شعبيت النايب على متر الزفت اللي بيكون استثمروا بولايته النايبية أو بالفترة اللي بتسبقوا عن الانتخابات في حيث أنه العمل البرماني من هون تحيي لفخامة رئيس جمهورية وشكر موصور لأله لإشارته إلى هذا العمل لبناء المؤسسات اللي عم بيقوم فيه فخامة الرئيس ونحن عم نتعاون معه فيه بيتكتل تغير الإصلاح وعبدك الفقير بالجدة الإدارة والعادل هذه القوانين تبني مؤسسات لأن الصورة اللي أنا بيستعملها ببساطة عن هذه الدولة المرتجات اللي عم نتعاون مع رئيس جمهورية لبناءها هي اليوم بحالة تسلي ما بتعب بماء عم ينطلب من رئيس جمهورية من حكومة من دولة أنها تقوم على إجريها فيها شكل فيها شكل فيها قوانين ربما فيها مؤسسات أن هذه القوانين وهذه المؤسسات في الكثير منها غير فعالة ما بتعب بماء وعلينا أنه نسد تغيراتها وهذا الجهد المضني اللي عم نقوم فيه بلجلة إدارة والعادل عم نقوم فيه كمهمة كنت بتعاون وثيق مع رئيس جمهورية وتوجيه منه بسنوات طويلة وبشكره أنه باقي بنذكر هذه القوانين الأساسية اللي عم نشتغل عليها لن يمكن فيها الحقسات نحن نجحن نفصلها بسيئة الحلقة أكيد ونضوي عليها فضل لا انتهت بس كنت على صورة السلة اللي ما بتعب بماء برأي السلم رئيس الجمهورية مؤسسات مثل السلة ما بيتعبى فيها ماء الجهد اللي عم يقوم فيه والجهد اللي عم يقوم فيه وافترض أن تتضاف جهود كل الجهات السياسية لتطوير هذه المؤسسات التي يمكن أن تخدم المواطن وتحمي سيادته واستقلاله وفعالية دولته السيد غسان تنفصل هذول اللقوانين ربما البعض في بعض القوانين أو بعض العمالة النيابية ما بتكون شعبية يعني ما بيقدر يفهمها ربما المواطن ويعرف مصلحته فيها قد تكون إذا بدنا نشرح هذه الاقتراحات القوانين حق الوصول للمعلومات مثلا المواطن اللبناني بماذا يتأثر إيجابا لتحسين وضعه ومكافحة الفساد إذا كان إله الحق بالوصول إلى المعلومات على سبيل المثال خليني ما لازم نأمل حدا بجزئية مثل حق الوصول للمعلومات بأن بدي أرجع استعمل صورة تانية هي صورة البوزل هو جزء من كل جزء من منظومة القانون الحق بالوصول للمعلومات يسمح للصحافة والسياسيين ولأي مواطن بالاطلاع على معلومات لهلأ مخفية عنه هلأ لو توفرت لو كان استعمل أدوات المسائلة والمحاسبة الأخرى مثل أنا قبل ما كنت نيب كنت عضو بلجنة البيئة ببلدين بيت مري بهذا اللي جدي مرة بتذكر أنه كان عم ينصرف من حسابات البلدية أموال طائلة لشركة سوكلين وكانت ببلشة تركيبة سوكلين بكير فقلنا حتى نعرف شو شروط هذا العقد البلدية ما قدرت تستحصل على نسخة من عقد سوكلين مع مجلس الماء والعمار اللي عم ينصرف على أساسه من مصريات الناس بالبلدية لأعمال مش معروفة كيف ما قدرنا كبلدية وبالتالي كان من أسرار الدولة منذ صدور قانون الحق برصول لنا المعلومات صار بيقدر أي شخص مش بس أي مواطن يستحصل على عقد سوكلين وهذا اللي صار هذا سمح لناس أن تقدر تراجع تطلع مظبوط شو فيه بهذا العقد اللي سهل بتغيير العقد مع سوكلين وبيقدر يصير هالشي مع أي شركة بتتعامل بإدارة النفايات بطرفة إدارة النفايات مهمة للناس هذا بالنسبة للحق والوصول على العقد اللي كانت معتبرة من أسرار الدولة هلأ فيه معلومات يفترض فيها أن تنشر حكما وهون أهمية القانون القانون بيفترض أولا أنه كل الإدارات لازم تعمل تقارير سنوية سنوية تنشر بالجريد الرسمية والتالي الإدارات لازم تعمل تقارير سنوية مش بس الوزارات بس كمان المؤسسات العامة البلديات والشركات تتولى إدارة أموال عامة هايدي شو بتسمح تسمح هذه التقارير أنك تحاسب ترجع تسائل وتحاسب وبالتالي هو بدء العمل المفيد الحسابات كمان كل هايدي المؤسسات بما فيها شركات الخليوية صارت ملزمة بفعل هذا القانون أن تنشر حساباتها بآخر السنة بالجريد الرسمية تتطلع أنت كمواطن وأنا كمسؤول أو أين كان على تفاصيل لم تكن متوفرة هايدي لحالة مثل ما قلتلك بتقدر تقدي وظيفة الشفيفية لأنه الفساد بعيش على الخبئ طالما هالشي ما حدا عم بتطلع عليه ما حدا عم بيشوفه بعمل بدية هايدي بيتسمى بعلم وكيف هالفساد الوقاية من الفساد بس ما بيكفي هايدي بيسمح لك يكون عندك محاكم أو على الهيئات التقديبية أو الهيئات الرقبية من هون أهمية الأولين الأخرى الأشار إلى فهمة الرئيس عم نشتقل عليها وصول المعلومات ومدخل المسؤولية الحائية مكيفة تكون بفعالية هيئات الرقبية وهيئات المسؤولية بما فيها القضاء الهيئة العليا للتقديب وديوان المحاسبة وصول لهم بهذه المنظومة التي كانت مثل السلة المفخوطة ما بتعب بماء عم نجرب أنون وراء أنون جهد وراء جهد أن نبدي هذه الأدوات التي بدأت تمكننا من مكافعات فساد الكتار إذا تبعنا الحلقة لفخمة الرئيس سامبول أنه شو عم بيسير وشو عمال كان في عنوان ليفت بصحيفة الاتحاد أنه الرئيس يعمل ولكنه ليس سوبرمان إخيرة النهار اليوم بعد هذه السنة على العهد غسان مخيبر الذي يطمح إلى فعليا مكافحة الفساد وتغيير وإصلاح جد ماذا يسجل إجابا لمصلحة هذه السنة الأولى وماذا يترقب للمرحلة المقبلة تعرف المهم أن الدولة تشقد كفريق عمال وكل فريق عمال لازم يكون فعله قائد أوركسترا رئيس الجمهورية دور اللعب أنه فعلا نبدأ لعب دور قائد أوركسترا عم يستعمل أدوات دستورية لم يستعمل رئيس قبله عم يكون عنده حضور ويكون عنده بفعل دعمه من قبل فريق حكومة وفريق نيابة وهذه أهمية الرئيس القوي منه عن جاد منه رئيس قوي بزنده ولا بعمره الله يطول بعمره بس الموضوع أنك فيه فريق عمال وهذا الفريق العمال عم يتعاون مع خبراء متخصصين الجزء التخصصي مثلا نحكي فيه بموضوع مكافحة الفساد اللي كان فكر أنه بتشكيل وزارة دولة لمكافحة الفساد كما تتحل المشكلة كان مخطئ هل الخطوة كانت خطوة جيدة نعم بس هي جزء من هالبوزل واش بيتر رفع التقارير للبناء يعني على هذه التقارير والملاحقات القضائية أو تكليف من يلزم بالمتابعة لك ما تحدد لمهام ما بتعرف لأنه هي وزارة دولة رأي أنه كانت هذه الوزارة يفترض فيها أن تتابع البناء المؤسسة الذي يؤدي إلى مكافحة الفساد يعني تشد تساعد على ستغرات السلة وتقدر تكون إلى حين إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد اللي أنجزنا قانوننا وأشارنا إلى فخامة الرئيس أنجز قانوننا ويفترض أن ننتهي من إقراره بالهيئة العامة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شغلتها إنها تتلقى شكاوى ومواطنين تستقصي بشأنها وتحيلها إلى الهيئات الرقبية والتأدبية والقضائية المختصة هذا الدور يفترض لهذه الوزارة أن تلعبوا إلى حين تشكيل الهيئة وأن تكون بمجلس وزراء بهذا الدور المتخصص لأنه دور مكافحة الفساد منه بمطرح واحد هو بكل المطارح بالقضاء وبكل وزارة وبالمجتمع المددي وبمجلس النواب التخصص وهذا قريب لفكرة الوزارة الدولية شؤون حول الإنسان حول الإنسان كمان ما بتتوليها وزارة ولا بتتوليها هائق وطنية وأنشأنا هائق وطنية بقانون يبقى تعيينها هذا التدرج ببناء المؤسسات مطلوب يفترض أن تكون متخصصة بسلطة تنفيذية تلعب دور المنصر بشيء الأمريكيين يسمونه مينستريمي أن تجعل هم مكافحة الفساد موجود بكل أقسام السلطة تنفيذية البعض يقول أن مسألة الإنجاز ليس بما يراه المسؤول أو يوصفه المسؤول بل بما يشعر به المواطن اليوم هل تعتبر أنه مزبوط في خطوات كانت خطوات إنجازات قياسا إلى ما كان يحصل بالقبل أم لازلنا ببداية الطريق فيه اتنين يعني فيه إنجازات تحققت مثلا تحرير جرود أرسال وهذا فعل تحقق أن تكون عدت بناء المؤسسات وحطيت فيها مسؤولين من قائد الجيش لمسؤوليات الأمنية للقضاء هذا أشياء تحققت وقدت وظيفتها صح؟ فيه أشياء بصير تخطيط لا لا ومعه حق المواطن يقول أنا شو جاييني بأنون حق بالوصول للمعلومات أو أنا شو جاييني من أنون حماية تكشيف الفساد بقدر يتفسر له بس أنت ما فيك تبلش تبني بناء بدون ما تعمل لك خريطة مظبوط إذا ما رحت عند مهندس وعمل لك خارطة يا البناء بدأت تهبط يا بدأت تطلع غير فعالة هذا الجهد اللي عم بيصير هلأ وما بيقدر واحد يحسب أنه ما تعمرت البناء لأنه هلأ عملت خرايط تؤمن للتمويل هذه خطوات عملية جدية على طريق بناء الدولة نحن بدولة فعلا منهارة غير مكتملة العناصر سلة ما بتعب بماء شو واجبت الرئيس أو أي مسؤول دمنا نغرف بالسلة وهي عم بتنقيت أو نقول قبل ما أغرف خليني خليني أعمل اللي يزم تسدها هيدا الجهد اللي عم بيصير نعم فيه إشي تحقق فيه إشي على قيدة تحيي فيه إشي ما تحققت وفشل فيها بكتير إشي كنت حابة عملها وأي واحد بيقدر للك أنه فشل بس كان على الأقل هذا جهد يستمر ولن يتوقع لأنه مين قال أنه رئيس جمهورية بيحكم لحاله ومين قال أنه رئيس جمهورية أصلا ما بنا ننسى أنه لا يتولى السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية بيد مجلس وزراء السلطة التشريعية ورقبية بيد مجلس نواب أنا واحد من من 126 مني كل مجلس نواب اللي ما بيقدر يتحسب كشخص سوى على جهوده إن فشلت أو إن نجحت ونفس الشيء وقياسا مش بس على دور نائب دور رئيس الدولة ويقدر يطلع فعلا شو السلطات المعطات لإله مش بتولي السلطة التنفيذية هو بقائد للأوركسترا هل نجح بقيادة الأوركسترا إذا أحد العازفين طلع نوطة غلط أو غاب أو منسي إيلته بالبيت أو ما معه إيلة وعن يطلب منه يعزف موسيقى فهيدي ما بتكون مسؤولية كالأوركسترا سوى أنه يسعى بأنه ينتظم عمل هذه الأوركسترا لإسماء الدولة اضطرقت حضرتك لأنه المجلس النيابي لم يعقد أكثر من 19 جلسة موسيقى هل ذلك بسبب تقصير أو يعود لأنه نظامنا أنه المجلس النيابي عم بيكون هو الحكومة وبالتالي ماذا يحاسبين هو الجواب متعدد لكل مشكل شوية معقد وجواباته هل تكون متعددة أولا نحن مش بنظام ديمقراطي نحن بأوليغرشية شو يعني أوليغرشية نحن ببلد مبني على مجموعة قيادات تتحكم فيه وتستغل فساد بنية لتتحكم بسياسته وبالتالي هذا النظام لا يحتاج لشعب وما بيحتاج لمؤسسات طالما هالكم زعيم هن كانوا حاكمين وهيدي فكرة مجلس إدارة البلد اللي كان ينحكم بلجنة حوار ينحكم باجتماعات جانبية إنك تبني مؤسسات أصلا ما هالأوليغرشية ما بدى المؤسسات تتدخل بشغلة كل ما خف تدخلها بشغلة كل ما خف وجعة راسهم أنا ناس سألها معقول يوقفوا باجتماع وقلوا يا دولة الرئيس هيا ليه عم تعملها هيك صرت كتير معوض بالجلسات العامة بالجلسات التشريعية لما يكون حاضرينها يعني منشوف قد بيكون فيه هيدا الصراع وهيدا عم بحكي على قياس شخص مع احترامي لرئيس المجلس بعزوا وبيحترموا ولزملائي اللي كلهم بعزوا وبيحترموا بس عم قل لك أنا أطمح إلى فعالية مؤسسة فعالية مؤسسة أنت متعب يعني توصف بأنك متعب أنا بتشرف بتبلش من التسعة الصبح بتخلص ثمانية عشية وبعدك تكفي أنا بتشرف وقياسا أنا مبسوط أنه رئيس جمهوريتنا كمان شخص متعب ولو ما كان متعب ما كان عم ينجح ما كان وصل رئيس جمهوري هيدا الثقافة هاللي بتقوم نفس الوقت عم بتقوم بشغلة عم تشغل لأنه ما بتقدر تعاني تغيرك أو تنتق تغيرك إذا كان بيتك مأزير إذا بيتك مأزير إذا أنت مأزير بس خليني أرجعلك على فكرة تقصير مجلس نواب أولا بسبب الأوريجرشية الفاسدة لا تحتاج لمؤسسات لا تحتاج للشعب وبالتالي طار تمديد منذ ما صار شي وصار غياب لاجتماعات مجلس نياب وما صار شي نين النظام الداخلي لمجلس نواب هاللي هو سبب شكلي الأسباب الشكلية ما بتحتي من عقاد المجلس نياب إلا كل ثلاث جلسات تشريع مرة وكان يتحجج فيها صار في تحجج فيها لعدم انعقاد المجلس لاجتماعات مناقشة عاب لأنه كمان المجلس ما كانش مع كفاية للتشريع كانت تتكدسة الأوانين وينعم المتوسط هيدا كمان ملفت ثلاث اجتماعات بالسنة للتشريع هلما أنه كافة بس بدي أعطي قياس بالدستور الفرنسي ينعقد المجلس نياب الفرنسي مرة بالأسبوع للأسئلة نقال رئيس المجلس أو نقال لا هذا التعاون طبيعي الحضور طبيعي ويؤدي فعالية حتى وإن كنا بيرقى الجرشي حتى وإن كان أعضاء مجلس نواب والكتل المجلس نواب هني نفسهم مجلس وزراء بس تعرف شو هة اللي بيصير مثل اليوم مثل قبل انه الكتلة ألف تنتقل الكتلة بي نواب الكتلة ألف بنتقلوا نواب الكتلة بي ونواب الكتلة بي بنتقلوا نواب الكتلة ألف الوزراء الحماس بوجوه لن نقاش هذا اللي عم نفتقده بمجلس نواب نعم لا ديمقراطية ولا استقامة للوظائف الدولي إذا ما فعلنا دور المجلس التشريعي والرقابة اجتماعات اللجين نعم بيصير فيها رقابة بس تعرف شو ما فيها إعلام ما حدا بيعرف شو صار مصبوط باللجين غير ما يطلع رئيس اللجين يخبر أو يصير لأنه المدولات سرية بس هيدا كمان غلط وقال لك أنه عم بيصعب عمل تشريعي للمساهمة بناء الدولي أنا من سنة لألفين واربعة تقدم باقتراح أنه لتعديل نظام الداخلي لمجلس نواب لسات كل هذه الثغرات لم ينظر إليه بعد هذا ما بيعني أنه سوف أتوقف بالعكس نستمر في هذا الجهد بس هون محورية دور مجلس نواب إذا اجتمع مرة معقول يتحول لفوركلور بس عم ينتج هذا المجلس بعمل التشريعي بنسبة متفاوطة ربما من الجودة بس العمل رقابي أهم لأنه كل الناس بتلاحظ أنه ما بيكفي أنك تعمل قانون بتربح الدعوة بصدر الحكم بس تربحها مرة تانية وبتنفيذ نفس الشي للقوانين تدافع لنا قوانين ما بتتطبق هذا دور شو؟ دور المجلس الرقابي هو لتطبيق قوانين لتطبيق سياسات الجيدة هذا ما بيصير لحاله بس بالليجين وهي مقصرة كمان الليجين أنجا عم تجتمع برلومانات لشورع على فرنسا برلومانات الأردن كمان بيجتمع مرة بالأسبوع على الأسئلة ما بدأ يشبه حاله بأي ديمقراطية لا ديمقراطية العالم الأول ولا ديمقراطيات العالم الثاني أو الثالث أو المتخلف بس نحن صرنا فعلا من المتخلفين والله من المتخلفين ونسعى لبناء هذه المؤسسات من دون مشاحنة مع حدا يعني مثل ما بنينا السلام مع مجرمي حرب مضطرين نبني دولة النزاهة مع فاسدين ومتعاونين مع الفساد هيدا قدر لبنان صعوبته أنك تتعاون بالرغم من كل شيء للإبقاء على استقرار الدولة وبناء مؤسسات فعالة لأنك ما فيك تختارهم كلهم زواج مارونة وزواج متعدد الأطراف مع هالأطراف المتعددة على كل واحد مننا بدءا من رئيس الجمهورية وصولا لآخر مواطن في هذه الدولة نحن محكمون بالتعاون لبناء الدولة هل الانتخابات اليابية قادرة اليوم من خلال القانون الحالي النسبي على خلق دينامية برلمانية جديدة تكون مقدمة لإعادة تكوين مؤسسات على أصوص سليمة؟ كمان هي جزء من البازل هي جزء خطوة ضرورية إنه ما لن تكون كافية ضرورية ليش؟ لأنه ما فيك تبني أي شرعية لمؤسسات على أساس تمديد متتالي هذا المجلس وإن كان يقال إنه عم يتكرر نفس الحكة بس هو مظبوط يفتقر إلى المشروعية الليجيتيميتيه ويتكون فيه قانوني هو الليجال قانوني غير شرعي بس هذا ما أنه افتئات على المجلس هذا واقع لأنه ما بيقدر يجدد مشروعيته إلا أنه الانتخابات إلا انتخابات عامة إنما الانتخابات لوحدة ما بتعمل مجلس فعال لأنه صار فيه انتخابات لدورات عديدة وشفنا أنه هذا المجلس بقي في قلة فعاليته وفعاليته ما بتقدر تتطور إلا بقانون آخر لا يكون أهمية عن قانون الانتخابات اللي هو تطوير نظام داخلي لمجلس النواب وتجيب تالتا الناس منه أنه تجيب أشخاص متخصصين بالخدمات لأنه وظيفة المجلس تير مهمة واحد دمه يتذكرها وله السبع عم نعمل لا مركزي إدارية موسعة عم نجتمع كل نهار ثلاثة بلجنة فرعية لتطوير قانون اللا مركزي إدارية موسعة لأنه الخدمات المباشرة بالطرقات وبالزفت وبإدارة النفايات وكل شيء يتعلق بحاجة المواطن المباشرة لازم تكون بمجلس منتخاب محلي عنده ممكنية مالية هذا جزء من جهدنا لبناء الدولة إنما مش مطلوب برأيه من النايب أنه يهمل عمله التشريع متما أنا عم بعمل اليوم ماني بلجنة الإدارة والعادل تكون على الألام واجبة أن يكون على الألام هذا التوازن أنا ما لازم أهمل عمله التشريعي ولا عمله الرقابة تكون بواجب عزة أو بخدمة وإن كانت واجبة ما بقدر أصر لا بوجبات الاجتماعية ولا بوجبات الخدمات وماني متعالي عليها أبدا بس بده الناخب يعرف مين يختار بده يجيب ناخب بسط أو ناخب تشريع ناخب خدمات أو ناخب رقابة على البرلماء بده يكسب صحة بناء الدولة أو بده ياخد فقط إمكانية توصيف نفسه أو مخالفة القانون تاخد منفعة من بلدية يمكن بده ينايب بس بارتو يقدر يعمل له كل هيدول بتعرف هاي الصعوبة هاي الصعوبة هاي الصعوبة عم بيطبرها واجباتي أنا بالظرف اللي نحن فيه بدولة فاسب ده إنه ما أثر بمهام التشرعية ما أثر بمهام الرهيبية بنفس الوقت قدي خدمات وقوم بما يتوجب من مجيبات اجتماعية بس بدي أقل لك إنه ما فيك تطور بفعالية هذا المجلس إلا إذا حسنت بنسله إذا الناس اللي فاتوا فيه لح يقدوا ياخدوا دور النيابة جد إنه كمان الفضيحة الكبيرة يتطلع حضور النواب باجتماعات اللي جان وحضورهم وفعاليتهم بالعمل البرلماني قد يكونوا مفيدين أكتر يمكن هاضي ببينوا أكتر على التلفزيون بيحكوا أحسن مني بمئة مرة على التلفزيون وبيطلعوا يوم اثنين ثلاثة اربعة خمسة يمكن بعض بينهم بدم الدوار وبيخدهم أكتر يخبينهم يمكن يجيب أصوات أكتر بس هل هذا بيبني دولة برأي لا الأهمية بتعرف شو مرة قال العماد عود عود كان رأيس تكتر مثل بالجسم مثل بعضاء الجسم فيه تخصص لكل عضو من عضاء الجسم فيه ناس عندهم إمكانية يقدوا جهد أكتر بالمجلس على أن يتخصصوا فيه فيه ناس يتخصصوا أكتر بالإعلام ناس يتخصصوا بالخدمات بس الفكرة أن يكونوا ينظر لقلهم كجسم واحد ويكونوا بتعاونين لأداء خدمة لناسهم وهذا نجرب نجهد نعملوا مع بعض زملائنا بالمتن وخارج المتن لحن نحكي متنيات ولحن نحكي شوية انتخابات والحكومة إذا كان المجلس النيابي عرفنا وين لأقل الحكومة كيف التوصيف تبعها ولكن بعد فاصل قصير مشاهدين إذن فاصل قصير ونتابع من بعد وهذه الحلقة مع عضو تكاتل تغيير والإصلاح نائب غسان مخيبر فتابعونا ونتابع هذه الحلقة من حوار اليوم مع عضو تكاتل تغيير والإصلاح نائب غسان مخيبر استاذ غسان إذا كان المجلس النيابي عرفنا توصيف العلي بانتظار يعني الورشة المطلوبة تشريعيا وبالنظام الداخلي وما إلى ذلك هل أنت راضي عن الأداء الحكومة عن ما أنجز على هذا الصعيد لليوم أم تحس ببعض الأوقات أنه في إضاءة على الوقت بمرحلة لا تحتمل إضاءة الوقت لك كمان في اتنين في إشياء ما يقدر ينجزها مجلس الوزراء بطبيعة الحال يعني إذا بتحكي عن إنجازات رئيس جمهورية والكثير من إنجازات رئيس جمهورية مرت عبر مؤسستين مجلس الوزراء ومجلس النواب يعني ما عنده جهاز تنفيذي خاص لسبب نعم هذه الولاية أنجزت عبر قوانين عبر قرارات ومرسيم صدرت عن مجلس الوزراء ومجلس النواب أدى مجموعة من الوظائف المطلوبة منه تذكر تنظيمه بالأول لمرسيم توزيع بلوكات النفط والغاز تعيين تشكيلات قضائية وفقات تشكيل قضائية بمرسومة ده مش بمرسوم مجلس وزراء مرسوم عادي هلأ مجلس وزراء قصر أنا برأيي نعم واحدة من أكبر فشل مسألة الكهرباء والبواخ يعني تصور صار مثل المكوك هالمرسوم عا بروح من مجلس وزراء على إدارة المناقصات ومن إدارة المناقصات على مجلس وزراء لأنه أدخل بالسياسة والشد الحبال الانتخاب إذا بدك كل مين بده يسجل نقطة على الثاني قبل بأشر خليني بلش لك نعم فيه خطأ إذا بده يدخل فيه بده يعد وصف كل المشكل برأي كان من الأول كان لازم يحسم أمره مجلس وزراء يعني إذا فيه إمكانية لمنافسة فبيجرى مناقصة إذا ما فيه إمكانية لمنافسة بيقرر مجلس وزراء يا بده يعمل الصفقة بالطراضية ما بده يعمله ها هيدا اللي دخل بالنقشات وبرأي ما كان فيه معلومات كافية لدى كل الناس ودخلت بهمروج صار كل خايف بس هيدا فشل نوصلنا صالة ثلاث مرات بتطلعوا بتنزل على إدارة الصفقات إدارة المناقصات وأنا فعلا أنزه إدارة المناقصات من أي مسئولية ومن أي تسيس إن كنت بشخص رئيسة أو بعملة لأنه أنا والجهة السياسية التي أنتبئ إليها نطالب بتفعيل الرقبات وعن نشتقل هلأ على أنون لتنظيم هذه الإدارة لتكون أكثر استقلالية وأكثر فعالية وهي من أهم هيئات رأبية بالدولة اللبنانية لإدارة المناقصات وهي وحدة من أهمها ومنقول بأننا نعزز الهيئات الرأبية أول شيء يجب أن نقول يجب أن نعززها هي هيدا وحتى تعزز بشكل أنه تكون صلاحيتها أشمل مثل ما عمين قال هلأ وصلاحيتها واستقلاليتها والحصدات بتبطع فيها عضاها أكبر هلأ مجلس وزراء بالنتيجة بعد ما قدر أخذ قرار بحاجة للكهربا كانت الدولة وعمين قال أنه هيدا الكهربا تستجر بإجارة الكيلوات مش عم تستأجر باخرة عم تستأجر كهربا مش عم تعمر باخرة تستأجر بس كهربا إلى حين ما نبني برأيي نعم هون في فشل لأنه دخلت رجعت المصالح السياسية مجلس وزراء فشل كمان مرة مش بس مجلس وزراء تنظيم انتخابات الفرعية برأيي ما في شيء يبرر عدم تنظيم انتخابات الفرعية بتعد معك مجموعة الإشاكين بتمنى مجلس وزراء يعملها بالطول بالطول القائمة هل هي مسؤولية جهة وحدة لا هيدا دور مجلس نواب والدول اللي عم بلعب وأنويه ان ندمنا مطالبين مجلس وزراء بأفضل وهذه فكرة تفصل السلطات ومن هون صعوبة وخطورة غياب الرقابة المجلسية عن مجلس وزراء حتى وإن كانوا ذاتهم هون هون إنما الفضيلة الوحيدة هلأ انه مجلس وزراء موجود لانه ما ننسى انه نحن بدولة هلأدي هالشي إنه كنا دايما نتعودنا ممكن يتعطى الحياة لاشي مجلس وزراء تصريف أعمال لا هلأ عنا مجلس وزراء كامل الصلاحية وبالرغم من الاهتزازات نعم يتعرض لأيها بما فيها النزعة لمحاربة حزب الله بالحكومة وبكل أوجه الدولة اللبنانية حكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويشهد لأدين الرئيسات بأنه نحافظوا على الاستقرار بالمقولة أنه أين كانت الاختلافات الاستقرار هو أبدأ من كل شيء والإبقاء على المؤسسات أفضل من إستقيل أحدهم للطيرة والبقاء على هذا الزواج الماروني بالمؤسسات مهم لأنه بيسير مصالح الناس بيسير الدولة هل تخشى على هذا الاستقرار أم تشعر أنه هناك حرص داخلي كما حرص خارجي على بقاء هذه الساحة اللبنانية ساحة منتجة مستقرة المحيط خطير في تغير دولي جد بالموقف تجاه إيران وحزب الله أقول بالتالي حزب الله هناك يبدو إلى اليوم حكمة عالية لدى جميع المسؤولين بالإبقاء على الاستقرار بعدم السماع لهذا التخبط الدولي بأن يؤثر على لبنان من هون أهمية فكرة لطالما دعوت إليها وهي تحييد لبنان حياد لبنان أو تحييد لبنان عن الصراعات عن المحاور هو من المبادئ التي تحمي هذا الاستقرار ويجهد مجلس وزراء لإيجاد نقطة التوازن فيه وهذا الجهد هو مشكور دائما في ناس بتشطح لجهة أو بتشطح لجهة أخرى الأهم أن تلملم جميع هذه الشطحات وجميع هذه السياسات وتندرج في إطار توازن مطلوب مثل كل توازن إذا أحد تعرف الناس نسيت الميزان أنا لحقت ميزان الخضرة الميزان مولا مرة بدمه ثابت الميزان بدمه يهز والأمل بهذه الحكومة أن تهتز ولا تسقط لأنه في حاجة لهذا الاستقرار وهذا الدوزان بين مصالح مختلفة ومواقف مختلفة والأسوأ بتعرف شو عشية انتخابات كله عنده مصلحة كله عنده مصلحة بالمزايدة لبل أقول إلى بعض الشعبوية هاللي يبدو صارت من عدة شغل عشية انتخابات لأنك طرقت لهذا الموضوع هل ستحصل انتخابات نيابية بموعدها يعني بين الوقت للتاني على رغم التأكيدات عم نشوف أنه تسريبات شائعة هل هي تهويلية أم تلمس أنه في محاولات على رغم أنه تأكيد يعني فخامة الرئيس الانتخابات بموعدها رئيس المجلس النيابي عم بقول الانتخابات بموعدها وكل الأفريقاء على ما يبدو عم بيعدوا العد لهذا الموضوع بتعرف في الاشياء الهالقدة أكيدة واحد ما بيحتاج أنه يأكدها بتطلع على الاشياء الفعلا أكيدة ما يحتاج وعد أكيد لأنه مسلم فيها لأنه عم تتأكد لأنه صرنا مثل ليد والحليب بنفق على اللبن لدى عنا الحليب تتمرات ولدى ع المواطن تتمرات أنا كمواطن وكمسؤول بالرقابة على هذه السلطة وكل اللي عم بقوله أنه الانتخابات في موعدها نعم ما حدا بيتحمل برأيي أنه ما يصير الانتخابات وما تكون بموعدها وبالتالي بيقدر يتوقف الجواب هون مع الإبقاء على فكرة أنه صار المواطن وصرنا كلنا ملدعين من الحليب ومضطرين نفق على اللبن كل الوقت ونقدر نتابع وزارة الداخلية ونتابع كل المسؤولين عن تنفيذ موجبات ونتحضيرا لهذه الانتخابات وخليني يفتح معك تساؤل جديد اللي هو دور الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات لأنه لازم تسلم مهامها وأنا بدعي الإعلام أنه يسلط الضوء عليها كان فيه اجتماع لوزير الداخلية معها بالأمس ربما أو أوقا صار اجتماع بس أنا لاش أقول يفترض أنه سلط الضوء عليها لأنه هذه الهيئة تطلع بمهام جديدة بأنون انتخابات للتعريف عن القانون وللتحضير للعمل للعمل الرقابي للانتخابات عمل تحضيرها لا يقل أهمية عن عمل وزارة الداخلية ومنفصل عن وزارة الداخلية ويحتاج لرقابة ومتابعة خاصتين ودعوة لكم بالألام لكل المواطنين وإلي شخصيا نتابع كيف يصير تحضير تكون تحضير سليم تكون انتخابات الحد لدينا صحيفة لماذا لم يبدأ هذا تحضير الجدي لكن فيه تحضير جدي عم يصير اللي عم ينتقل للإعلام وعم ينتقل لقلنا بالتواتر طبعا الخلفات بدون لجنة لجنة الوزارية اللي تقلفت ليه التحضير الصحيح للانتخابات على التحضير المباشرة ومسؤولية ووزارة الداخلية جزء التاني للهيئة المشرفة على الانتخابات لأنه هي عليها تفسر القانون مش بس على وزارة داخلية المسؤولية على الهيئة تفسر القانون ترفع مستوى الوعي الانتخابي والترائب التمويل والدعاية والإعلام هذا كما بدون تحضير وبدون جاهل سقطت البيومترية على هذا الصعيد إذا كان عم نقول في خلافات باللجنة الوزارية سقطت سقوط يعني سقوط الانتخابات أم لا أكيد لا خلينا نكون واضحين بشكل نهائي إن كان في بطاقة بيومترية أو ما في بطاقة بيومترية إن صار في انتخاب في مكان سكن بتكون الانتخابات إذا حصلت من دونهم أقل جودة فيها مشاركة أقل وبكون هذا شيء مؤسف وأصلا لن نقبل بأن يحصل هذا الشيء سوف نسعى إلى آخر دقيقة لأن يكون هناك حق متاح للبنانيين بالانتخاب في محقان سكنهم بما في انتخاب اللبنانيين المنتشرين بالعالم اللي هو نوع من أنواع الانتخاب في مكان السكن صح؟ وبالتالي لازم يسري بلبنان ما يسري على المنتشرين التحدي هالأوان بالتفصيل الفضاء الحسنات وسيئات وجود بطاقة بيومترية إلكترونية والتقانيات الإلكترونية لتسهيل الانتخاب في مكان السكن وعدم وجودة برأي بات شبه مستحيل عمليا إنتاج بطاقات لكل اللبنانيين هالأعام من بحض إنتاج بطاقات لن يتسجلوا وبدون يصوتوا هذا دقاش بعده قائم حكي أن الحكومة ستسترد المشروع القانون الذي أحلته للمجلس النيابي لتمويل البطاقة البيومترية لأنه يمكن لن تحتاج لهذا المبلغ 134 مليون دولار إذا ما بدأت توزع بطاقات على كل اللبنانيين ويبدو هالشيء صار مستحيل لأنه كمان يجب يفهموا نسبة ما أنا بلشت فهم عم بطرح كمان أسئلة أنه المشكلة مش بس طبعة البطاقة طبعة البطاقة هينة ولمعلوماتك ولمعلومات الناس أنه الشركة زيتها اللي بدأت تاخد بطاقات بيومترية عم تنفذ نفس البطاقة بدوائر السير والبطاقات السير اللي عم نخدها هي بطاقات بيومترية دفتر سواء الجديد يعني دفتر سواء الجديد وبالتالي فيه تقنيات عم تستعمل يمكن للتوفير اللي نستعمل نفس المكانات بس الكلفة مش بالطباعة. الكلفة بكل التحضير للديتا للمعلومات اللي بدأت تسمح بطباعة. وهذا ناقص. هذا ناقص. بعده ولو كانت لواحي القوائم الناخبين عم تطلع بشكل مطبوع. إنما هذا منه مستند لربط كافي ما بعد قوائم الناخبين والمعلومات الموجودة بدوائر النفوس. هذا الرابط المعلومات الديتا باس وتجميعها والتأكل من صحتها هاي المكلفة. وهي بتاخد وقت أكتر من طباعة البطاقات. هيدا جزء من بداية الدولة. هوند كمان هيدا سلي ما بتعبي ماء مصبوط. بدأت تاخد وقت. بدأت تاخد شغل. بس الانتخابات يجب أن تحصل حتما. بقيلنا وقت دقائق قليلة لأنه بلشنا بكير اليوم لأنه بدأت نخلص بكير في نقل مباشر وكلمة لرئيس الحكومة من الميدل إيست. ما فينا ننهي الحلقة بدون ما اضطرق للشأن المتني. كيف شايف المشهد المتني؟ صار فيه وضوح أنت مرشح مش مرشح. أين بيّنت التحالفات بعد بكير لأله؟ هلأ أوضح جواب إذا أعطي أن أنا حتما مرشح لأنه فيه جهد كتير كبير ببناء الدولة ما زلت نادر نفسي لتحقيقه. وبكل تواضع أطمح لإستعاد ثقة الناس بالاستمرار في هذا الجهد اللي بدأ ولم يكتمل. مثل ما قال فخامة الرئيس. جهده لبناء الدولة بدون يخذ وقت. جهد اللي بدأته لمعاونته ببناء هذه الدولة لم ينتهي. هذا الأكيد. تحالفات التحالف الأكيد القائم ومازلت بتحالف مع زملائي وحلفائي بالطيال الوطني الحر. بيتكتل تغير الأصلاح. وحتى إشعار آخر أنه حليف لأله سياسيا. إذا بدأ يصير فيه تحالف انتخابي. هذا يعود لحوار بدأ يصير ما بين حلفائي بحزب الطيال الوطني الحر. وهن بعضهم يبدو منهم جهزين. وبدأ يصير الوقت. سوف نتكلم بجدية. التحالف يستمر. ما لم يكن هناك أي قرار مغير من حلفائي من الطيال. لن أفك تحالف من جهتي. إذا أرروا غير هيك. فلكل حادث حديث. وبهذه الحالة بعد بكير. وبقدر لسوء الحظ أكد لك أن كل الأطراف بالمتن. كل الأطراف بالمتن. مثل كل الأطراف باللبنان بعد ما حسم التحالفاتها. في ستة شهر للإستحاق. أي متى لح يحسمون. لأنه القانون مثل ما هو وضع فيه تعقيدات. فيه تعقيدات وجديد. جديد على الكل. جديد على الأحزاب الكبيرة. جديد على الأحزاب الصغيرة. وجديد على المستقلين المرشحين مثلي. لأنه بدأت تشوف كل واحد وين مصلحته الانتخابية اللي مش بالضرورة متطابقة مع التحالف والمصلحة السياسية. وبتالي عيدة كيف بده يصبط. والحوارات مش هتكون بس بمنطقة وحدة. يعني الأحزاب الكبيرة المنتشرة على الأراضي اللبنانية كلها ما بتفكر بس بدايرة وحدة. بدأت تشوف تحالف بمنطقة شو بدي يؤثر بمنطقة أخرى. وهي دي كلهم كمان قطعت بازل بعد ما ركب. وقتها أمتين بالنسبة بوجة نظرك يعني بداية العام؟ ما بعرف. كل طرف ودي يوصل لمرحلة من اتخاذ القرار بأوقات مختلفة. مش هيك؟ إن ما في حدود كل ما بكر التحالف بالوضوح كل ما كان أبسط إنه الناس تعرف كيف بدأت تشتقل انتخابيا. المقسات إضافية مش مقسات إضافية خصوصية القانون الإضافية إنها كمان بتخلق تنافس ضمن اللوية. على الصوت التفضيل. لأنه ما بيكفي إنه بدك جمع أصوات كافية تجيب عدد مقاعد كافية. إنما الصوت التفضيل بده يخلق تنافس داخل اللوائع بين المرشحين لأنه المرشحين من نفس المذاهب أو من مذاهب مختلفة الصوت التفضيل بده يقدر يحدد إذا بينجحوا أو بيفشلوا. اليوم على ما يبدو المتن رايح على أكتر من الليحة. والمسألة هي مسألة مين بيقدر ياخد الحاصل الانتخابي بداية ومين ما بيقدر ياخد الحاصل الانتخابي. شايفة رايحة على كم ليستة يعني بخبرتك بمعلوماتك كيف رايح المشهد بالمثل؟ الكتر الكبيرة عندها مصلحة يتعددوا اللوائح. كما تعددت اللوائح كما صار فيه إمكانية أكتر أنه أصوات تضيئة وتسقط وترجع الأصوات تنزيت تينجح عدد أكبر من اللوائحها. لحيكون في نزعة يكون في تعدد اللوائح بدون ما تكون بتنبع مشوفها على القليلة بين ثلاثة وأربعة على القليلة بين ثلاثة وأربعة لوائح اللي حيكونوا متنفسين متنفسين بالمثل وعلى كل الناس بدأت ترجع تتعلم طريقة جديدة ومن مرة لمر يكون فيه تمثيل صحيح لأني كنت وما زلت من محبزي النظام النسبي يضيف استقرار وسلامة تمثيل في لبنان علينا أن نستعمل هذا القانون وسوف أكون كمرشاح من مستعملية وأدعو كل أصدقائي اللي متحمسين ترجع أنه يكملوا على الحماسهم وندمنا مستمرين في جهد أين كانت اللوايح بتصور لح تكون تقدي إلى نتائج جيدة لح يطلع ناس ومش بس الأرقام هي حتحدد نتيجة بناء الدولة جودة الأفراد جودة الأفراد تتير مهمة لأنه التوازنات كلها تقريبا حتى بقى زيتها ولبنان ما في غلبة لا لطائفة على طائفة ولا لحزب على حزب جودة الأفراد ودينامية جديدة مجلس نواب هذا المطلوب اليوم هل بتعتبر السانخيبر أنه إذا كان قانون الانتخاب يفرض أنه يكون فيه لويح متعددة بمنطقة معينة هالشي يمنع التحالف ما بعد الوصول للمجلس النيابي أم فيه قواعد لعبة بدنا نحترمها باللعبة للانتخابات وبعدين ممكن تتطور لتحالفات أكبر أو لالتقاء أكبر على المشروع أكيد لازم يكون فيه تعاون المرحلة الأقصى للنفور والمنافسية في مرحلة الانتخابات مرحلة ما بعد الانتخابات دائما هي قائمة على التعاون حتى هو قائم اليوم يعني بالليجان بمجلس نواب بمجلس وزراء بتلاحظ فيه تعاون بالرغم من انقسامات سياسية العميقة بس لازم البناء الدولي يكون عمل مشترك بناء مكافعة فساد ما بيصير إلا بتحالف النزهاء تحالف النزهاء موجودين بكل الكتل النيابية بكل السلطات بكل مؤسسات الدولة فينا زهين وفي فسدين التحالف النزهاء على شكل التحالفات السياسية للبناء هذا ما بيصير بعض الانتخابات الفترة اللي قبلها هي منافسة يا أنا يا أنت بس بعدين كلنا سوا من من الدولة اليوم ماذا يحتاج إليه المتن أكثر إنماء خدمات أو هو مرتبط بالمشروع الوطني الأكبر على صعيد تشريعات تخدم مصالح اللبنانيين على مستوى التشريع يحتاج المتن إلى مجلس قضاء فعال لأنه أعتبر أنه اتحاد بلديات فشل ما بتقدر تأمن تنمية بس بالبلديات ومن هون تحدي وصولنا إلى قانون للامركزي دارية الموسعة المتن يحتاج لأنماء نحن منطقة منكوبة بكتير مواضيع ومش مزيدة فعلا إن كان بالطرقات أو بالمدارس أو بالماء أو بالكهرباء أو بإدارة النفايات ما تنسى أنه أسوأ مكبين مطمرين هن بالمتن الكارانتينة والجديدة عندنا في تلوث هائل في خطر بأنه ترجع النفايات بالشارع إذا ما قدر نعرفنا كيف ندير نفاياتنا وبالتالي نعم أنا أدعو كل زمالية من أن نركز على شوه على فعالية أكبر بالتنمية من خلال المؤسسات المناسبة اللي بتأمل يكون مجلس قضاء حين نقير قانون لمركزي الإدارية الموسعة إلى حين إقرار ذلك عم نجهد أنا وزملاء بنواب المتن أن نأمن خدمات ساعة بتنطلب لألنا بمنطقة التنمية المتن مثله مثل أي جزء من أجزاء الدولة اللبنانية يحتاج إلى دولة يحتاج إلى سيادة يحتاج إلى قضاء يحتاج إلى مؤسسات هذي ما بيصيروا بس بالمتن من هون بتحتاج لتكليف نيب من المنطقات تيهكون صوت هذه المنطقة على صعيد الدولة ككل نحن جزء من دولة إذا كانت منيحة ما تصير منيحة نحتاج إلى أثنين ومجلس نواب ومجلس وزراء ورئس الجمهورية هن على مستوى آخر مستوى المتن الدي هن على أهميته على أهمية التواصل مع الناس بيحتاج لهالحلمين يكون عندنا دولة يكون عندنا خدمات اليوم إذا بدك تقدم جرد تحساب للمتنيين وقلت لهم أوليتوني سيقاتكم أكثر من مرة يعطيتوني وزني شغلت وصارت خمسة صارت عشرة شو بدك تقول لهم ماذا حقق غسان مخيبر للمتنيين بهذه الولاية اللي كان فيها بديك شوف لك مشصر بس خبر أنه بشكل متتالي سقدم جردة حساب أسبوعية أسبوعية بكل المجالات اللي حققتها واللي ما قدرت حققها لكل الناس اللي بدون يقروني وسجرب استعمل التواصل الاجتماعي الإلكتروني ده يقدر توصل لهذه النتيجة وإخلق حوار لأنه أنا بعتقد متل ما فخبت الرئيس مباري عمل جردة حساب واللي كانت جديدة مع علميين محيي على جرته فعلا لأنه كان بشكل المقابلة بأهمية مضمونة أنا سأسعى أعمل هذا الحوار مع المواطنين وبالتالي موعدك وموعد الناس معي بجردة حساب بحلقات متتالية وتفصلية بكل ما وعدتم فيه ببرنامج انتخابي بما حققته وما فشلت من تحقيقه وما أطمح لتحقيقه إذا ما قوليت تقاطه المرة تانية إن شاء الله على أمل أنه نقدر نقدر دائما نسرأك من الاجتماعات لنقدر نفصل معك هذه المواضيع بشكرك ساعة نايب غسان مخيبر على الوقت العطاية ناييه على أمل أن نكون مشاهدين شرحنا الأمور التي تعنيكن بسمع الحال يقول أنه أنا من الذين دائما يسرون بحوار مع غسان مخيبر لنسمع وجهات نظر أخرى ربما اللبنانيين مش معوادينا عليها يعطيك العافية كمان بسمع الحال يقول أنه منشوفك بالمجلس النية بكي بتكون عم تشتغل منشوف ردود الفعل ولكن كمان بحاجة مأثر أنت مش بس المجلس ظهر للناس ما تقوم به على هذا الصعيد إن كانت تشريع أو أي عمل تاني فسررنا بخبرية السوشال ميديا وجاردة الحسين أنا بشكر استضافتك سيد جابي بشكر لو تي في بتمنى لفخامة رئيس جمهورية سنين مديدة من العمل وبناء الدولة بهذه المناسبة شكرا لأستاذ غسام خيبر وشكرا لكم مشاهدينا على هذه المتابعة بهذه الحلقة من حوار اليوم غدا بالطبع حلقات جديدة مع الزملاء بقسم الأخبار بعد قليل سنكون بنقل مباشر لوقاء كلمة رئيس الحكومة إذن من الميدليست